أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بنتائج الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس السيسي إلى دولة قطر الشقيقة والمشاورات المثمرة التي أجراها مع أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني جاء ذلك خلال اللقاء مدبولي بالسيد فيصل بن ثاني الثاني رئيس الاستثمار في إقليم إفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار وأعضاء وفد قيادات إحدى الشركات العالمية للفنادق والضيافة والتي تعتبر مصر واحدة من أهم ثلاث وجهات استثمارية لها في تلك المنطقة وتطرق رئيس الوزراء إلى خطط إنشاء منطقة سياحية عالمية غرب مدينة العالمين مستعرضا الفرص الاستثمارية المتعددة في الفنادق التي تعتزم الدولة فتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمشاركة في إدارتها ترجمة نانسي قنقر